بصوا المنظر عامل ازاي شكلها خطيرة النهاردة عمل لكم مكارونا بشاميل خبرة اكتر من 15 سنة مطاعم وفنادق تابعوا معنا الفيديو اول حاجة معنا تجهيز البشاميل اللي هنعصج اللحمة عندنا معلقتين سمنة في طاصة نسيبهم يقدحهم وعليهم ربع كيلو لحمة مفرومة هنسويها في السمنة لحد ما اللون اللحمر دي يخطفي معانا وايه وتتحمر في السمنة ويبقى شكلها بالشكل ده كده اهي بصهم بعد كده ننزل بقى ايه بالبصلة بصلة صغيرة مفرومة وعليها نص قرنفلفل حر احمر واخدر بالشكل ده ونقلبهم لحد ما ايه ما البصلة تتبل معانا البصلة تتحط بعد اللحمة مش قبل اللحمة بعد كده ملح نص معلقة نص معلقة كزبرة جافة ونص معلقة فلفل اسمر وعندنا جسط الطيب نبشر ايه رشة جسط الطيب كده بتدي طعم حلو قوي لللحمة المعصنة قلب لحد ما البصلة هتتبل كده ايه اللحمة جهزت معانا بعد كده الماكرونة هنسلق الماكرونة شوية ملح في المية وعندنا شوية زيت ده بيخلي ايه الماكرونة ما تلزقش معانا ونسيب المية لحد ما تغلي هنعمل نص كيلو ماكرونة بس بالشكل ده نص كيلو ماكرونة بيبقى على اثنين لتر مية هنسيبها بقى لحد ما تستوي معانا بس ايه تستوي نص سوى اهبصهم تكون بالشكل ده معانا في الا بيض موجود فيها وما تقلوش كده كده هتستوي في الفورن فايه اللازم الماكرونة نص سلقة بس هنبتدي بقى نصفيها وعشان ما تلزقش معانا وهي سخنة ممكن تغسلوها تشطفوها بمية بردة او ممكن تحط عليها زيت بالطريقة دي شوية زيت كده تقلبو فيها عمرها ايه متعجب معاكم زي المطاعم والمحلات بنفردها نحط عليها زيت ونفردها في صنية ونسيبها تبرد براحيتها عشان نعمل الصلصة بتاعت اللحمة عندنا 3-4 طماطمات انشقها نصين وفي صنية هنحطها وعليها ملح وشوية زعتر بالطريقة دي ملح وشوية زعتر بعد كده التوم مهروس يعني فصين كده وشوية ايه كوزبرة وفلفل اصمر بالشكل ده وشوية زيت وندخلها الفورن ندخلها الفورن لمدة ايه ربع ساعة تطلع معانا بالشكل ده طبعا الريحة حكاية بنعمل ايه بقى بتتقشر بعد ما تبرد القشرة ايه بتتقشر معانا بسهولة بالشكل ده بعد كده بنشيل البذر بنشيل البذر من جوه كده ونقطع ونفرم اللحم نشيل البذر كله نرميه بعد كده ايه بندق اللحمة بتاع الطماطم وناخد شوية البتاع المشو اللي نازل من الصنية ندقهم برضو مع الطماطم بتديها ريحة حكاية بندقهم ونفرمهم ناعم بالشكل ده ونرجحهم تاني في الصنية عشان تاخد برضو ايه البهارج دي اللي تحت دي الحاجات دي بتبقى ريحتها جميلة وبتدي طاعة وفي الطاصة اللي فيها اللي احنا عصقنا فيها اللحمة بنحطها في قلب ايه الطاصة نسيبها شوية لحد ما المية بتاعت الطماطم تنشي وتبقى معانا بالشكل ده اهي نشفت من الطماطم بعد كده هنجهز سوس البشاميل عندنا كباية شربة 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 بط او شربة فراخ المتاع وممكن نستغنى عنه وعندنا لبن تلات كبايات لبن بالشكل ده وعندنا بصلة بنحط عليها في الفلسمر وقرومفل ونحطها في ايه في اللبن وورق لورة وعود ارفة وبعد كده حبهان واحدة او اتنين ونسيبها ايه كل الحاجات دي تغلي مع بعضها بتدي ريحة قوي للسوس البشاميل اه بصهم كل ده بقى الورق اللورة مع الارفة ومع البتاع بيد طعم خطير لسوس البشاميل بس ايه ده لازم نصفيه بعد ما يغلي نبتدو نصفيه بالشكل ده احنا اخدنا الريحة وكله ايه كله تمام معانا بناخد بنشيل بقى ايه كل دوت نرميه ويبقى كده اللبن جهز معانا بعد كده بقى ايه معلقتين كبار سامنة يكونوا معلقتين كبار قوي يعني ايه من اتنين لتلات معالق بالشكل ده كده تلات معالق معانا اهو بعد ما يقدحهم ننزل بتلات معالق دقيق يعني تلاتة سامن تلاتة دقيق او تلاتة زبدة تلاتة دقيق تلاتة وتلاتة ونسيبها ايه نقلب لحد ما ريحة الدقيق تطلع معانا بالشكل ده كده يبقى لونها دهبي وعندنا اللبن برد معانا لازم اللبن يكون بارد والدقيق بارد ونقلبهم على بعض وندخلهم على النار تاني هيبتدي بقى ايه يتقل معانا المزيج او بالشكل ده هتقل معانا ولا كالكع ولا حاجة بعد كده هننزل بجسط الطيب نبشر جسط الطيب كده عليه بتدل ريحة حلوة برضو للبشاميل بعدين عندنا نص كباية فريش كريم كريمة لبان نص كباية تدها طعم برضو خطير لسوس البشاميل يعني لو في كريمة ممكن نستغنى عن المرأ او الشرب بعد كده عندنا الملح يعني ايه نص معلقة كده ملح نقلبها معاها بعد كده فلفل اصمر شوية لو في فلفل ابيض متاح يبقى احسن بعد كده بحب احط معلقة اشتا يبقى عندنا مزيج البشاميل مع الكريمة اللباني مع الاشتا حاجة روعة بعد كده ما تبرد خالص نحط ايه بطين بطين بس لازم بعد ما يبرد البشاميل عشان البيض ما يستويش ويعمل تكتلات في قلب سوس البشاميل ونقلب بسرعة بالشكل ده هبصهم بيختفي لو السوس البشاميل سخت يكتل معانا ويستوي البيض كده ايه البشاميل خلص نقلب نص كمية من البشاميل على الماكارونة بالشكل ده ولو عندنا جبنا جبنا مزيريلا وجبنا رومي نحطها مع الماكارونة بتبقى حلوة برضو بعد كده صانية ندهم فيها معلقة سامنة ونحط شوية بشاميل بعد كده نحط نص كمية الماكارونة اللي بالبشاميل في الصانية بالشكل ده ونحط عليها التعصيجة اللحمة بس اما حاجة الماكارونة الماكارونة لما نجي liv t uncommon الي اتنين يكونوا بذدين الماكارونة والسوس البشاميل عشان ما تعجنش معنا اللحمة كده ايه؟ التعصيجة اللحمة حطناها بالشكل ده بعد كده نجيب سوس التماطم الي احنا عملناه برضو نحطه على طعسيجة اللحمة بيدي طعم خطير للبشاميل جربوها وهتشوفوا الفارق هندهنها بالشكل ده بعد كده نحط ايه كمية الماكرونة البشاميل الباقية دي صانية صغيرة واخد ايه نص كيلو بعد كده بقى ايه لازم تبقى كمية البشاميل من فوق زيادة شوية عشان تغطي الصانية ويبقى ايه الماكرونة ايه محملة محملة بشاميل كده بيبقى طعمه حلو دهنها بالطريقة دي بعد كده بنبشر عليها جبنا رومي لازم جبنا رومي وكون جبنا رومي نوعية كويسة وجبنا مزرلة بس اهم حاجة جبنا رومي وكون نوعية كويسة كده خلصت معانا في فرن بقى مية وتمانين درجة بنسيبها هبصوا لسه كده برضو ايه مستوتش هنسيبها شوية تبقى كده دي بعد ايه ساعة لربع بنديها وش تبقى بالشكل ده كده خطيرة بصوا الشكل عامل ازاي اجمد ماكرونة بشاميلة ممكن تدقوها في حياتكم ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة قناة شيف المطعم شيف وليد سند